اهلا ومرحبا بكم من شديدة عزائي المشاهدين ومنبلش احنا وياكم هاي الحلقة بمقال حبينا نقرأه احنا وياكم بيحكي وبيوصف نوعا ما الوضع اللي عم بيعيشوا كل مواطن أردني الآن بظل ظروف فصل الشتاء اللي احنا وياكم بنعرفها درجات الحرارة المتذنية وخلينا بإطار الموضوع نفسه لانه من شوي كنا مع الأرصاد الجوية بنسمع درجة الحرارة بتوصل لخمسة ولاسبعة وممكن لثلاث درجات ببعض المناطق يعني برد قارس جدا في الليل وهالقرارات الحكومية اللي اجت كلياتها ضد مصلحة المواطن وخصوصا مع حلول فصل الشتاء اللي لازال في بدايته مقال لزميل احمد حسن الزعبي يصف فيه كل ما يحصل مع المواطن الأردني ولكن باسلوب جميل جدا نقرأه عليكم ببداية هالحلقة وأكيد رح ناخد أراءكم على الموضوع نفسه رفع الدعم مثل خلع الدرس لا يظهر ألم الحقيقي إلا بعد أن تحاسب على وجعك وتخرج من عيادة الدكتور وتتلاشى أكذوبة البنج المؤقت تماما من بين شلطيفك هذا الأسبوع فقط شعرت حقا بفرق الأسعار وشعرت كأي مواطن ملتعن أبو فطاسو نصح التعبير بلغتنا العامية البسيطة وهذا الأسبوع فقط قفزت إلى ذهني أسئلة مجنونة مثل ما علاقة دل الرايب باحتكار مصفات البترول وما علاقة سعر بيض المائدة بانقطاع الغاز المصري عن الأردن وهل لموقفنا من الأزمة السورية أي علاقة بمعاطات الجعج؟ أول أمس حاولت أن أشتري دل الرايب من الحجم المتوسط 2 كيلوغرام لأكتشف بأن سعره ارتفع من دينار و30 قرش إلى دينار و50 قرش بما أن الرايب الذي اشتريته هو إنتاج ملابن أهلية محلية وليس لها علاقة بالمصانع لذا فإن حجة النقل ملغية تماما من قناعاته نعلق على هالجملة وبعدها بناخد الاتصال ومن بعدها بنكمل المقال يعني فعلا لما يرتفع دل الرايب من 130 لدينار و50 20 قرش هذول إذا كان اللبن الرايب مصنع في مصانع محلية في الأردن فإذا لا يوجد لا نقل ولا أجور نقل من بلد إلى أخرى ولا في جمارك ولا في غيره ولا في غيراته وكل دل الرايب يرتفع على المواطن 20 قرش فهون بنا نسأل حالنا إنه شو علاقة ارتفاع الدعم بارتفاع دل الرايب بنكمل المقال بعد ما ناخد سجود أول اتصال بالحلقة مساء الخير يا سجود سجود مساء النور حلاق تفضلي كيفك مهندسة؟ يا هلا شو أكبارك؟ الله يخليكي تفضلي مهندسة حابة أطلب طلب منك تفضلي يريد فطيوفة لكل أردنيين إن شاء الله تفضلي مهندسة طبعا أنا طالبة بالجامعة نعم جامعة الحسين في معان أها بدرس بكلية الهندسة نعم بدرس هندسة كيموية نعم طبعا في مشاكل مادية ما بقدر أدفع القصة الفصلي نعم علما إنو والدي ما بيشتغل ما تقاعد بالضمان نعم وأمي طبعا فيك تحكي تعباني برضا نعم وما في دخل بفوت علينا إلا هذا الدخل راتب أبوكي؟ بيروح ميت دينار سكن نعم أجار بيت سجود كم راتب أبوكي بتعرف فيه؟ ميتين واربعين ميتين واربعين بالله بيروح ميت دينار أجار بيت وغيره عندكم مصاريف أكيد أكيد فيه مصاريف فيه حدا غيرك بدرس عنده بالجامعة بالمدرسة فيه إنا بالمدرسة إحنا سبع أفراد في العائلة ومنه أبوي وثلاث أولاد وبنتين أنا وأختي طبعا أنا بالجامعة نعم وقص الجامعة 650 دينار بالفصل نعم أي سنة أنت أنا بسنة أولى أنا بسنة أولى طبعا فصل الأول الله يرحمه هناك فاعل خير دفع لي قصط الفصل داعدني فيه ما دفعه كامل يعني ساعدني فيه وأخذ أمانته ففيه أنت بتعرف فيه كون طلاب جامعة وفيه فصل جديد جاي علينا نعم أنا أماسد أهل الخير كلهم وكل واحد في معطاطي يساعدني إذا بيقدر طيب من عيوننا يا سجود أنا رح أرجع أحكي موضوعك عن الهواء ولا يهمي نعم شكرا لك شكرا 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 بنحكي موضوع سجود بعد ما نأخذ الأخ مروان الرمحي مساء الخير أخ مروان مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الورد يا هلا يعطيك العافية الله يعافيك والله يا مهندس عروب أنا حاد أبعد عن المشاكل وعن وجع الرأس وعن هالغلاء وعن كل الشي هالشغلات اللي نسمحها هاي نعم بحكي لك الموضوع خاص تفضل للمناطق الصيحية بالوردن نعم والله الأولاد عنده صار لهم جوز ست سبع سنين بطلبوا مني وخذهم على حمامات معين نعم فقررت أخذهم وأنزر على حمامات معين بعد ما وصلنا لها تتسجعنا ولا هو بقول لي عشان لرأت عن نفر نعم طبيعي جدا أنك تحملها لك وترجع أقل ردة فعل والله ما يعرف شو بالدعمة قديش بالله يا أفراد أسرتك أخ مروان يعني أنت كم كنت رح تدفع ما معدلوا قديش وطينا التلفزيون يا مروان عفوا بحكي كم عدد أفراد أسرتك يعني معدل قديش كنت رح تدفع دخولي عشان تدخل على حمامات معين أنا عندي الأسرة تسعة تسعة يعني كنت حتدفع تسعين دينار عشان تدخل تسعين دينار دخولي هذا الحكي من متى؟ والله ما بعرف ما بعرفش من متى يعني هذا الحكي بوحد وعشر دينار لا متى أنت روحت أنت وأسرتك؟ فيش من يومين ثلاثة يومين ثلاثة يعني منيح لسه من فتر أحد الأشخاص بيقولي طلبوا دخولي عشرين دينار يعني السؤال اللي بطرح نفسه إلى وزارة السياحة إذا أردني بده يروح يغير جوه وولاده على هالمرافق السياحية الموجودة عنا بالأردن زي حمامات معين العلاجية بده يدفع ما معدله خمسين إلى مئة دينار إذا كان معه خمسة أو عشر أنفار كنا وصلنا عند ارتفاع دلو الرايب وما هو سبب ارتفاع دلو الرايب الآن وصلنا لأنه سألت الرجل لما كل هذا الارتفاع فأجاب بكل بساطة البترول ارتفع قلت له ليش خيو بقرتك بتشرب وكتان تسعين فبرر الارتفاع بسبب النقل فنظرت إلى جسمته المطاطية التي تلامس ركبته ثم قلت له حتى جزمتك مش على الديزل فطرق شتيمة قوية على أخت اللبن والبنزين ومصفات البترول اللي ما كانت أصلا بوارد الحديث الأمر لم يتوقف عند دلو الرايب فأيضا بيض المائدة كذلك ارتفع 30 قرش والسبب هو انقطاع الغاز المصري حسب ما أخبرني عبودي الليفة صاحب السوبر ماركت القريب من بيتي حيث قال لي جرة الغاز التي تدفع سيقان الديك المسؤولة الأول في عملية إنتاج البيض قد ارتفعت وحتى تدب الحمية في جسم الديك وباقي الديوك شروه من عندي لتبيض لنا الدجاجات الفاضلات بيضا يغطي استهلاك السوق المحلي يجب أن يقوم أصحاب المزارع بتشغيل المدافع عشر ساعات على الأقل أي أن هناك تكلفة مضافة لعملية الإنتاج ولن يتحملها أحد سوى المواطن بمعنى آخر حتى الديك إذا ما أراد أن يبسط حاله ويقوم بواجبه الشرعي على أكمل وجه يجب أن يدفع المواطن ثمن هذا الانبساط راح نكمل المقالة اللي مش ما كتب له نكمله اليوم بعد ما ناخد الأخي محمد وسكر لي الصوت يا علاء مساء الخير أخي محمد هلو مرحب أخي السورو مرحب ارفعوا لي الصوت تفضل يا هلا تفضل ألو ألو عم نسمعك تفضل أنا علي المؤمنية يا هلا علي الله يبارك بيك كيف حالك يا هلا الله يحفظك أنا يختي مقع نعم يا جماعة ارفعوا لي الصوت تفضل أخي محمد هلو أهم نسمعك تفضل مساء الخير مساء الورد هلو مساء الخير مساء الورد أنا بدي أحكي بالنسبة لموضوع النقل العام وسيارات الميكرو باس وطينا صوت التلفزيون أخي محمد اللي هي مثل باسات البقعة وباسات البحيس وباسات الصلط وكل الباسات بشكل عام نعم مصر يسمعنا من التلفزيون طيب ليش السائق ما يحط تسعيرة الأجرة بقطعة ورق مكتوبة على الأزاز عشان الراكب يشوف التسعيره هي المفروضة أنها توضع في الباسات ما بعرف إذا بطل يحطوها هاي موضة جديدة وبخط واضح لأنه إحنا بنعاني من هاتي المشكلة وحرمنة الكنترولية اللي مع الباسات نعم نعم أنا معك بهذه النقطة صارغة شفاء وطنقوم بأن تنظيم النقل العام أو تنظيم النقل العام إلا إذا كانوا هم مشتركين معاهم برضو خلص بننساها نعم مش أدين نعرف إحنا ولا خط قديش شعره يعني طب هلأ المفروض أنه بيحطوا أنا بذكر أنه كان المفروض يحطوا هيك تجيب تحكي مع السواء بقول لك هاي تسعير فوراسو بدك ميكروسكوب ومكبر حتى تشوفه مية على ستة عشان تشوف الخط نعم هذا كلام مرفوض وكلهم حرامية بشرفي ما بنا نحكي كلهم لكن يعني فيه بعض بيخلينا نعمم للأسف طيب وبتجي تحكي مع الواحد بخانة يقبول لك إنزل إليه مش عاجبة نعم مع هاي الكلمة دايماً بيسمعوها للأسف البعض من شوفيري تلباصات مع احترامنا لإلهم البعض وشكراً جزيلاً وتعب ناتي معنا العفو العفو شكراً أخي مهم التحياتي لإليك هم بيحكي كلام منطقي جداً بيقول لك أجور النقل العام فعلاً بيكتبوها على كرتون صغيري وفعلاً خط مش بيحاجة لمايكروسكوب يعني بده عدسة تكبير مئة وسبعين ألف مرة حتى إنه السائق يشوفها وإذا البعض وأنا دائماً لأوا عمام فيه كلامي إذا البعض سألوا عن هذا الموضوع يعني يلاقوا بتبجح إن صح التعبير من قبل الكنترولية أو الشوفيرية بس قبل ما أخذ الاتصال بليزيا مخرجنا بس أكمل آخر فقرة من المقال أما سبب غلاء جاج المعاطات المفاجئ وبالنسبة 20% فقد فسرها لصاحب المعاطة المصري عبد المعطي فأخذه بما معنا لو أبدأ الأردن مرونة مع دول الخليج فيما يتعلق بالقضية السورية لوصل الدعم الخليجي في وقته وبالتالي لم يرفع الدعم عن البترول وبالتالي فإن سعر الدجاج سيبقى ثابتاً وعليه فإن جاج المعاطات النتافات والأزمة السورية تمشيان في ذات السياق مقال جميل جداً لزميل أحمد حسن الزعبي بناقش فيه ارتفاع سعر الجاج والبيض والرايب وكل المشتقات أو كل المواد اللي بيتعطاها المواطن وهي كتحصيل حاصل ومنطقي لارتفاع الأسعار آخر اتصال ما معنى وقت ناخد الأخ علي مساء الخير مرحبا مرحب كيفك ستعروب يا هلا يا أختي أنا بدي أحكي لك هالمشكلة تفضل أنا رجل مقعد نعم عندي بنات جامعيات ثنتين نعم واحد منهم بتدرس أحساب التعليم العالي السنة خريجة نعم واحدة منهم دخلت السنة جابت معدل تسعين ما شاء الله تبرعت لها واحدة عن طريق المركز الإسلامي الله يجزيها الخير وتدرس حقوق بجامعة اليرموك نعم وما معيش أغطيهم بوخض مية وليرتين من وزارة التنمية نعم والحالة على الله طيب عمي بكرة أنا ببعدك أول الحلقة بدي أخليك ترجع تدخل على الهواء وتحكي موضوع بناتك وإن شاء الله أنه نقدر نساعدك ولا يهمك الله يبارك بي تسلم تسلم شكرا لعلك على خلي رقم الأخ علينا العفو العفو عمي كثير مواضيع اليوم إجت في البرنامج واستفسارات كثيرة إن شاء الله بحلقة بكرة رح نجاوبكم عليها جميحة وبيدي أرجع أوجه تهيل الأخ عبد الرزاق اللي حنيطي اللي يساعد الصبية الجامعية سجود بقصد الجامعة للفصل الدراسة الثانية يكثر من خير كل الناس اللي عندهم فزعة وعندهم خير ووقت نخلص معاكم تحياتي لكل أشخاص اللي يتواصلوا معنا على الاسم اس بدي أوجه تحية لا هداية البرج مساكي ورد يا مهندسة من نورك العادية قمر وسلامتك يسلم قلبك حبيبتي هداية وتحياتي لأيكم ودائما نقول حمى الله الأردن قيادة وشعبا وأدام عز وجل علينا الأمن والأمان شعارنا هو الله الوطن الملك شاء من شاء وأبا من أبا نحن الأردنيين فقراء لكننا الأكثر تعليما فقراء لكن نمتلك أعلى سقوف الحريات فقراء لكن لدينا أقوى جيوش المنطقة أنا الأردني بحجم بعض الورد إلا أنه لي شوكة ردت إلى الشرق الصيفة مني عروب العبادي ومن كل فريق العمل كل التحيات ونراكم يوم غد في تمام الخامسة حتى ذلك الحين تنتم بكل الخير إلى اللقاء